منظمة كير المغرب منذ سنوات عديدة كنا نعمل مع هذه المجتمعات نفسها لدعم تنميتها والاستقلال المالي للمرأة وتعليم الأطفال الصغار واليوم وبالتنسيق الوثيق مع منظمة كير المغرب السلطات المغربية نحن معهم في أوقات حاجتهم الماسة وسنبقى إلى جانبهم وهم يتعافون من هذا الزلزال المدمر ويستأنفون حياتهم ووصلت عملية التوزيع أمس إلى سكان قرية أوتغال التابعة لجماعة أغواطيم التي تبعد ساعتين بالسيارة عن العاصمة الإقليمية مراكش وتعرضت مدينة أوغال التي تقع على بعد مائة وخمسة وانبابعين كيلو مترا من مركز الزلزال لضربة شديدة حيث دمر أكثر من سبعميم المائة من المنازل أو لحقت بها أضرار جسيمة وقد تلقت الأسر التي لا يزال الكثير منها ينام في الخارج البطانيات والغذاء والمياه ومستلزمات النظافة وأضافت السيدة رزكاوي لقد فقد العديد من الذين نعمل معهم أيضا سبل عيشهم من المزارعين والخياطين وصغار منتجي زيت الزيتون أو الصابون وسندعمهم في استئناف أنشطتهم الاقتصادية مع إلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات وبدأت منظمة كير المغرب أيضا في تقديم الدعم النفسي نظرا للأثر الكبير الذي خلفته الكارثة على الصحة العقلية للسكان المتضررين وتخطط المنظمة لتزويد حوالي خمسين ألاف شخص بمواد الإغاثة قصيرة المدى والدعم طويل المدى لعمليات الإنعاش وإعادة الإعمار وكان الزلزال الذي بلغت قوته ستة ثماني أو تهين درجة هو الأقوى الذي يضرب المغرب منذ أكثر من قرن والأكثر دموية منذ عام الف وتس سمائن وستين وتبلغ حصيلة ضحاياه حاليا ما يقرب من ثلاثة ألف قتيل وأكثر من خمسمائة مين وستمائة جريح تعمل منظمة كير في المغرب منذ عام الفين وثمين وقد تم تأسيسها بموجب القانون المغربي كمنظمة غير سياسية ومستقلة وغير طائفية في المغرب تتمثل مهمة منظمة كير في دعم الأفراد والأسر في المجتمعات المحرومة وتعزيز المساواة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية تركز برامجنا على ثلاثة مجالات رئيسية التعليم والتمكين الاقتصادي والحوكمة تعمل منظمة كير بشكل مكثف في محافظة الحوز التي كانت الأكثر تضررا من زلزال يوم الجمعة المغرب طرد صحفيين فرنسيين نتيجة قانونية لمخالفة القانون بحسب الرباط دخلوا المغرب بغرض السياحة بحسب السلطات المغربية أعلنت السلطات المغربية يوم الخميس أن الإعادة الإدارية لمواطنين فرنسيين هي نتيجة قانونية لانتهاك القانون حسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية وفي حديثه في مؤتمر صحفي يوم الخميس لم يتطرق الوزير المنتدب المسؤول عن العلاقات مع البرلمان المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتس إلى هوية ووظيفة المواطنين الفرنسيين أي الصحفيين الذين طردتهم السلطات المحلية يوم الأربعاء وأكد بايتس أن المواطنين الفرنسيين العائدين لم يطلبا أي تصريح لتغطية زلزال الحوز موضحا أنهما دخلا المغرب بغرض السياحة وبهذا المعنى أشار الوزير إلى أنه من الطبيعي أن يتعرضوا للإعادة القسرية إداريا بقرار من الجهات المختصة التي قامت في هذا الشأن بتطبيق أحكام القانون في هذا الشأن وأشار بايتس إلى أن ما لا يقل عن 312 صحفيا أجنبيا يمثلون 90 وسيلة إعلامية شاركوا في تغطية هذا الزلزال مؤكدا أنهم عملوا في مناخ من الحرية والشفافية بجميع المناطق المتضررة حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء وأوضح الوزير أن من بين هذا المجموع كان 73 صحفيا أي ربعهم من الجنسية الفرنسية ويمثلون 16 وسيلة إعلامية منها 13 معتمدة لتغطية الزلزال و3 معتمدة بشكل دائم وأكد أن بلادنا أثبتت أنها بلد الشفافية والحريات مما ضمن لجميع الصحفيين القيام بمهمتهم بحرية تامة وأفادت معلومات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية خاصة بأن الصحفيين الفرنسيين كوينتين مولر وتيريز دي كامبو طردان لأسباب سياسية ولأنهما كانا يعملان على تحقيق قد يؤدي إلى تشويه صورة المغرب واستنكر أحد الصحفيين على موقع إكس تويتر سابقا أن هذا الاعتقال سياسي بحت موضحا أنه وزميله كانا يعملان ترجمة نانسي قنقر